اشتركوا في القناة والان الى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الجماهير الجزائرية تصفق للبطلين المغربيين بوقنطار وفارس نجحت الرياضة في توحيد الجارتين الشاقيقتين الجزائر والمغرب حيث عاش الملعب الولمبي ميلود هدفي بمدينة وهران بمناسبة اليوم الاخير من سباقة ألعاب القوى ضمن فعالية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط يوم أمس الأحد شهد لحظات رائعة جدا توتق التضامن الكبير بين الشعبين الجزائري والمغربية فقد حمل المغربيين سوفيان بوقنطار ومحمد فارس علم المغرب بعد حلولهما في المركزين الأول والثاني لنهائي سباق خمسة آلاف متر قبل أن يرفع العلم الجزائري وهو الموقف الذي اهتزت له آلاف الجماهير الجزائرية الحاضرة التي انهضت من مكانها وراحت تصفق للتنائية المغربية خلال طوافهما في أرجاء الملعب وتستضف مدينة وهران الجزائري حاليا منافسات النسخة التاسعة عشر من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بلاغ عجل السلطة الجزائرية تسحب برونزية من المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تقرر السحب الميدالية البرونزية التي حققها المغرب في نهاي 400 متر تتابع سيدات يوم أمس الأحد ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط وجاء ذلك بعد أن قرر الحكام أن أحد العداءات المغربية خرجت من الممار المخصص في بداية الصباق وتم اعتبار المغرب مقصيا من الصباق بالرغم من حلوله في المركز الثالث الذي عاد في الأخير لتركيا فوز القجاع يشيد بأشبال الأطلس في الألعاب المتوسطية ويعلق على مواجهة الجزائر أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع أن المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة قدم أداء جيدا وكان في الموعد رغم الإقصاء في دور نصف نهائي بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط أمام إيطاليا وأشهد القجاع في تصريح لإداءة MFM بأشبال الأطلس مشددا على أنهم قدموا كل ما لديهم مشيرا إلى أن المنافسة كانت أمام أبرز المنتخبات الرائدة بالعالم في مجال التكوين وقال رئيس الجامعة كانت حدث على أفضل منتخبات من ناحية التكوين حول العالم ولكن باش كانت فرنس تحسن وباش كانت إسبانيا وإيطاليا وأشهد القجاع إلى أن المنتخب المغربي قارع كبار العالم في الألعاب المتوسطية باستثناء مواجهة المنتخب الجزائرية التي كانت عبارة عن حصة تدريبية على حد تعبيره يذكر أن المنتخب المغربي لأقل من 18 عاما سيلعب مباراة تحديد المركز الثالث أمام نادره التركية بعد خسرته أمام إيطاليا بهدفين مقابل واحد في حين كان المنتخب المغربي قد تأهل للمربع الذهبي كتاني مجموعتها بخسرته أمام فرنسا بهدف دون رد وانتصاره على الجزائر بتنائية دون رد ثم التعادل مع إسبانيا بهدف لمتله عزيز البدراوي رئيس الرجاء الرياضية تلقى ضربة موجعة قبل الديربي ونجم الفريق قريب من الدورة البرتغالية حاولت إدارة الرجاء الرياضي خلال الساعة القليلة الماضية التواصل مع الذكرية الوردية غير أنها فشلت في ذلك بالسبب تواجد هذا الأخير في البرتغال من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع نادي جديد بعد نهاية عقده مع الرجاء يوم الثلاث من شهر يونيو الماضي ورجحت مصادر الصعوفي أن يغيب الورد عن مباراة الديربي أمام الويداد مؤكدة أن الفريق الأخضر بات في ورطة حقيقية بالسبب نهاية عقد مجموعة من اللاعبين مع إجراء الفريق الأخضر آخر مباراة الله في الدورة الاحترافة هذا الموسم يذكر أن مباراة الرجاء والويداد برسم ربع نهاي كأس العرش ستجرى يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بداية من الساعة السادسة مساء القجع يؤكد أن مصير خلال الزيتش سيحسن خلال أسبوع ويبدي إعجابه بيري جراغي لمح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع إلى إمكانية فك الارتباط مع المدرب البوسني وحيد خلال الزيتش مؤكدا أنه على خلاف دائم معه وأن قرار راحيلي سيتخذ خلال الأسبوع وأضف القجع في برنامج ديكريبتاج أن اجتماع المكتب المدير للجامعة خلال الأسبوع القادم سيكون حاسما في مصير العقد الذي يربط المنتخب الوطني بالمدرب خلال الزيتش مشيرا إلى أن القرار لن يكون عفويا ويغلب عليه التصرع بل سيكون بعد توسيع المشاورات وأوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه معجب بواليد ريجراغي حين يتحدث عن الأداء وأن قرار الانفصال أو الإبقاء على وحيد سيشرك فيه اللاعبين والمكتب المدير والتقنيين وأشار فوز القجع إلى أن لعبة شيس الإنجليزي حكم زياش سيكون حاضرا ضمن المجموعة التي ستخوض نهائية كأس العالم قطر 2022 وأن خلال الزيتش يفتقد للمسة تكييف الأجواء داخل المنتخب الوطني الكاف يمنح المغرب الصلاحي وهذا مكان السوبر الإفريقي منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أمس الأحد المملكة المغربية صلاحية تحديد مكان المباراة السوبر الإفريقي المنتظر بين الويداد رياضي بطل القرى الصمراء ونادي نهضة بركان المتوج بلقب كأس الكونفيدرالي الإفريقي في النسخة الأخيرة خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي بالرباط وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معطية تؤكد منح الكاف المغرب صلاحية تحديد مكان مباراة السوبر بحكم أن طرفيها من المغرب وهو ما جرى الاتفاق عليه بشكل رسمي بين أعضاء المكتب التنفيذي للجهاز الوصي على الكرة في القارة الإفريقية وبحسب المعلومات فإن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوز القجاعة أخبر رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتيسيبي بأن إقامة لقاء السوبر الإفريقي بالمغرب ستساهم في ضمان نجاح المنافسة من خلال حضور جماهري كبير من منصر الويداد رياضي ونهدة بركان ومن المرتقب أن تبرمج المباراة قريبا بين غوشت وشتنبر المقبلين على أن يختار المغرب المدينة التي ستصادف المباراة والتوقيت المناسب لخوضها وإخبار لجنة المسابقة بالكافة للمصدقة على موعد اللقاء جادر بالذكر أن فريق الويداد رياضي توجه بدور أبطال إفريقيا بعد فوز على الأهل المصري بهدفين نظيفين فيما حقق النهدة بركان لقب الكونفيدرالي الإفريقي على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي برقلة الترجيح بعد نهاية المباراة بالنتيجة هدف لكل فريق هذه أبرز العناوين الجماهير الجزائرية تصفق للبطالين المغربيين بوكنطار وفيريس بلاغ عاجل السلطات الجزائرية تسحب برونزية من المغرب في ألعاب البحر الأبيض المتوسط فوز القجاع يشيد بأشبال الأطلس في الألعاب المتوسطية ويعلق على مواجهة الجزائر اشتركوا في القناة